النهاردة برضو الحاج عام الحسين هنروح له بقى تاني ماهلش الحاج عامر قال ان هو هيتم توقيع عقوبة مالية على اي لقى بيعترض قدرها اعترض على الحكم يعني قدرها 25 ونسبت اللي اعتراض على الحكم واحدة واحدة ومش عايزين نخدها بسكة اي حاجة ونركز في الكلام اللي عاد راجع بنقوله معنديش مشكلة بداية لقى لكن لازم نحافظ على هبة التحكيم وانا مع الامر ده قلبا وقالبا ولكن طيب ما تيجي نعكس الموضوع ونتكلم بلسان اللاعبين انا كنت في يوم من الايام بتشرف ان انا موجود لها ما دلوقتي اللاعب برضو في بعض القرارات بيشعر بالظلم والمجاملة ما راجل انا عندي بقى لي 90 دقيقة باجري وفي الاخر بتحسب علي جون ما هو مش جون وكمان تعبان في التدريبات وبتخسرني فلوس بخدها وبتخسرني فلوس ماكسر وبتخسر بلاش كل ده بتخسر او بتزعع للجمهور وبيشوف ان الحكم بيسلب منه حقه وبيضيع له مجهوده وقرارات عكسية ما هو لعب ده بشر برضو انا على فكرة برضو عشان محدش ياخد الكلام دي يقولك ده اسلام بيعمل لا 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 انا بقول لحضرتك ما هو انت بتعمل عقوبات خمسة عشرين الف بقول لحضرتك يخليهم متة الف جنيه لو عايز ما عنديش مشكلة وتطبق على لعبة النادي الاهلي انا فيه احسن من كده قبل اي لعبة طبق او يعني المفروض بقى لانه ده احنا بنتكلم بشكل عادل يعني او على مسافة واحدة من الجميع طبق على كل الفرق بس بما اني بتكلم في القناة الاهلي طبق على لعبة النادي الاهلي ولكن يا فندم السؤال يا كابتن السؤال هو لعيب زي اي اسم من اللاعبين اللي موجودين في اي نادي وتعرض لزلم وبعدين هنعمل ايه هل هو يعترض وتخسم من الحاكم خمسة لا يعني وتخسم من اللاعب خمسة عشرين الف جنيه او مئة الف جنيه اعمل اللي انت عايزه انا معاك في هذا القرار اللاعب نفسه يتخسم منه وكمان انت ظلمه طيب اين حق اللاعب في هذا الامر اين حق النادي في هذا الامر انا بتكلم لجميع الاطراف حق الحكام انا حاج عمر تمام او اتحاد كرة تمام وزي الفل طيب حق النادي فين حق اللاعب نفسه فين خصوصا احنا شفنا المسلمين اللي فاتوا حاجات واحد واقف وانمديك في رجلك ولم يطرد في مطش الاهلي والمقاولون استاذ كابتن امير الباك اليمين عابد مقاولين العرب في مطش الاهلي والمقاولين العرب دخل على حمدي فاتح حمدي فاتح وكرة لما ورتها لست حكام او اخصائيين تحكيم مصر جوا مصر وبرى مصر قالوا لي دي كرة مثال للطرد للكارت الأحمر ولم يطرد طيب لو حمدي فاتح كترجلها احصل لها حاجة كان حمدي الدر واللعب والنادي الدر والمنتخب الدر ايوة فاندب انا بس حضرتك يا كابتن انا عايز ايه نتكلم عن المنظومة كلها اه مع اللعبة اضرب يد من حديد لما يغلط طب لو ما غلطش والحكم اللي اغلت هتعمل ايه هتقول لي لا اصلا انا مش هعلن القرار هخبي القرار هتخصب منه 25000 برضو طب افكر حضرتكم بحاجة السنة اللي فاتت اللي قلته حضرتكم قلته النادي اللي هيتظلم هنعيد له المطش بتاعه لو الحكم اقر فانا قلتلكم ساعتها بناء على ايه ولا هتعملوها ازاي ولا وايه الاليات بتاعتها وطبعا لم يطبق ولا حد وكلها مسكنات في الهوى